اهلا جيكم على قناتكم في قناة همس ستايف النهاردة ادعيت لكم فيديو جديد من مبخ همس فيديو كتير جدا منكم طلبوا مني طلبتوا مني ان انا اعمل لكم مواصفات كتير في المايكرويف بعد النجاح الجامد جدا ان اعملوا الفيديو بتاع البيتزا في المايكرويف فالنهاردة حبيت اعمل لكم وصف جديدة في المايكرويف برضو علشان اكون اعملت الحاجات اللي انتو بتطلبوها مني ولو في اي حاجات تانية انتو هبين ان اعملها لكم اكتبوا لي تحت في القناة ومتنسوش تشتركوا في القناة عن طريق الضغط على الزرار الاحمر الموجود تحت الفيديو المكتوب عليه وتفعلوا الجرس عشان تفعلكم الجرس بيخلي اي فيديو جديد انا نزله ويجيكم اشعار ان انا نزلت الفيديو الجديد وكمان متنسوش تضع لايك للفيديو علشان نبدأ الوصفة دي هنحتاج ماك يكون ينفع يدخل المايكرويف وتأكدوا يا جماعة من الموضوع داع عشان لازم اي حاجة نستخدم في الكريف تكون صالحة للاستخدام في المايكرويف وهنحتاج بعد كده خضر من اختياركو انا هنا اخترت طماطم واخترت بصل واخترت كلف الاخضر انتو تقدروا تحطوا كمان مشروز لو انتو عايزين او تستقنوا على اي حاجة من الحاجات دي لو انتو مش حبانها ممكن تحطوا بصل اخضر كمان لو انتو مش تحبوا البصل الاحمر العادي وهحتاج بطين وهحتاج ملحة حسب الرنفة ومعلقتين من الحليب لو زودتوا البيت تزودوا معلقة حليب يعني كل بيضة لها معلقة حليب وزبدة صايحة وهنحتاج كمان فلفل حراء او شط حراءة لو انتو بتحبوا الحاجات حرة لو متحبوش تستغنوا عنها وفلفل اسود ورحان لو برضو انتو متحبوش رحان تقدروا متحبوش رحان بس الفلفل اسود بيبقى مهمة في الوصفة دي هنعمل الوصفة زي زي ما هوريكوا الوقت اول حاجة هاخد المج وهبدأ ااخد حاجة عشان ادهن المج بيها فرشة او حاجة واخد الزبدة وابدأ ادهن المج من جوه اهو هدهن المج بالزبدة من كل التجار زي ما احنا شايفين اهو اهو لو انتو مش حابين الزبدة تقدروا تستغنوا عنها تحطوا زيت او تحطوا ثمنة زي ما انتو حابين بس ندهن كويس الاطراف بتاعة المج بالزبدة او المادة الدهنية ما انتو اخترتوها وبعدين بعد كده اه هاخد البيت فاضرب البيت بشوكة او حاجة ادهن اضربه بالشكل ده طبعا نازم ندربه كويس علشان اه لو احنا تساب من غير ما يدرب كويس ممكن يفرقع في ميكويف وتبطروا ان انتو تنظفوا الكلام ده كله فاحنا هنقلبه بالشكل ده واحط عليه الملح بتاعي وبعدين هحط عليه الفلفل هحط عليه الشطة الحراقة طبعا ده قلنا حسب الرغبة كمية اللي انتو حابانا واحط كمان الفلفل الاسود تزودوا او تكتروا زي ما انتو حابين واحط كمان رحان المعلقة دي من الدايقان انشاء هتا قاعدة معي في الفيديو ما اني ممكن احطها والسعادي هحط الرحان وهبدأ ان انا اقلب ده كله ببعضه بالشكل ده وبعدين هحط البيت هحط هنا المج هحط فيه البيت هازل فيه كل الكمية اللي موجودة وهبدأ بعد كده هحط الخضار اهو الطماطم طبعا ممكن تقلله وتزوده زي ما انتو حابين يعني حتى لو هستخدموا نفس الخضار تقدروا تزوده وتقلله انا استخدمت تقريبا معلقة كبيرة معلقة ونص كبيرة من الطماطم واستخدمت معلقة من البصل ومعلقة ونص معلقة من الفلفل هقلبهم كلهم في بعض كده اهو اهو وبعد كده هاخد المجي بتاعي ده وهروح احطه في الميكرويف نسيت نحط اللبن هنحط اللبن وهقلبه مع بعضه عشان اللبن ده مهم جدا في القوام بتاع البيض هنقلبه كويس وبعدين هاخده وحطه في الميكرويف لمدة دقيقة لو احتاجنا زيادة تقدير تزوده تاني لكن دقيقة بتكون كفاية لو انت بتحب البيض ناشف تقدير تزوده عن دقيقة لكن انا بحب البيض يبقى طري فهاخطه دقيقة في الميكرويف وهرجع اواريكم شكله هيتبقى عميل ازاي بعد ما يخرج من الميكرويف وبعد ما حطته في الميكرويف لمدة دقيقة خرج دوقتي من الميكرويف اهو زي ما احنا شايفين شايفين شكله عميل ازاي ده فالشكل بعد مخرج من الميكرويف هاريكو هقطع فعقية هنا اهو واريكو هنقلبه خايفين شكله عميل ازاي شكله بجد جنن قزة مοιThr triangle كمان بجد جربوا الوصفة دي على ضمانتي هتعجبك قوي لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تشتركوا في القناة وتعملوا سبسكرايب للفيديو وتدوسوا على الزرار الأحمر موجود تحت الفيديو وكتوبوا على سبسكرايب وتفعلوا الجرس لكي توصلكم كل الوصفات الجديدة اللي انا بننزلها وإدووا لايك للفيديو علشان ده يشجعني وحفظني ان انا ننزل لكم وصفات اكتر من الميكرويب الوصفات اللي انتو بتحضوها واكتبوا لي في كومنت تحت ايه لانتو عايديني عملوا لكم المرة الجاية في الميكرويب ومن هنا الفيديو الجاية هتوحشوني قوي اشوفكم الفيديو الجاية باي السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله